موسيقى مجزل لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم أجرى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اتصالة هاتفية بنائبه وزير الداخلية أحمد الميسر وقائد المنطقة العسكرية الرابع اللواء فضل حسن وذلك لمتابعة الأوضاع الراهنة في العاصمة الموقتة عدن والجهود التي تبدلها الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار وملاحقة العنصر الخارجة عن النظام والقانون وطلع رئيس الوزراء على التصعيد العسكرية الذي تنفذه مجامع مسلحة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الينوبي والجهود الجارية بالتنسيق مع تحالف دعم شرعية لإنهاء هذا التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة وحياة المواطنين مؤكدا بهذا الخصوص دعم الحكومة لأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وقدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وقائد المنطقة العسكرية الرابعة إضاحا كاملا لرئيس الوزراء حول حقيقة الأوضاع الجارية في عدن واعتماد المجامع المسلحة الخارج عن النظام والقانون على التهويل الإعلامي لترهيب المواطنين وإخلاق السكينة العامة وافتعال المعارك داخل الشوارع والأحياء السكنية المكتظة بالمواطنين تعت وزارة الداخلية المدنيين في العاصمة المؤقتة عدن لالتزام منازلهم والابتعاد عن مواقع المواجهات المسلحة بين قوات الأجهزة الأمنية والعسكرية وميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن وأكد مصدر المسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء اليمنية سبا على ضرورة التزام المدنيين بالبقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم مؤكدا أن الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية لن تتهاون في أداء واجبها بحماية المدنيين والممتلكات وتوفير الأمن والاستقرار في عدن وأحدد أو وجدد المصدر دعوة وزارة الداخلية لكافة اليماعات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون إلى تحكيم العقل والانسحاب من الشوارع وإيقاف العبث بأرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة ألنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة نطلقتها ميليشيات الحوث الانقلابية نحو الأراضي السعودية وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الروكن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أبها وأوضح العقيد المالكي في تصريح نشرته وكالة واس السعودية أن جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرة بدون طيار ومصيرها الفشل اعترفت ميليشيات الحوثي الإنقلابية بمقتل المدعو إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم المتمردين المدعو عبد الملك الحوثي في عملية اغتيال نوعية لم تذكر تفاصيلها وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن مقتل المدعو إبراهيم بدر الدين الحوثي ولم يذكر الحوثيين أي معلومات عن الحادثة أو منطقة الاغتيال وأسبابه حيث تم العثور على المدعو إبراهيم بدر الدين الحوثي ميتا في منزل بصنعاء وأن ميليشيات الحوثي نشرت قوات إضافية في أنحاء مدينة صنعاء تمكنت قوات الجيش الوطني من تكبيد ميليشيات الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بمحافظة صعدة حيث شنت قوات الجيش الوطني مدعومة من قوات التحالف العربي هجوما على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة باقم شمال محافظة صعدة وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في إطار سعيها إلى استكمال تحرير مركز المديرية المحاصر من ثلاثة اتجاهات كما نفذت كمينا محكما لعناصر الميليشيات في المديرية ذاتها وأكدت مصادر ميدانية في المنطقة مصرع وإصابة 14 من عناصر الحوثي في الكمين فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات استهدفت مواقع الميليشيات في المديرية ومناطق متفرقة من صعدة كبدتهم خلالها قتلى وجرحى ودمرت آليات عسكرية تابعة لهم حققت قوة الجيش والمقاومة تقدما جديدا على جبهة موريس شمال شرق محافظة الضالع بالسيطرة على تباب الخينق الاستراتيجية في صولان وأكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح بين قتيل وجريح بعد شنها هجمات نوعية على مواقع عدة في خطوط المواجهات المتقدمة بالجبهة نفسها ووفقا لمصادر عسكرية اشتدت الاجتباكات في المحور الشمالي الغربي لجبهة موريس شمال شرق محافظة الضالع تركزت في منطقة عيس والزيلة والجبال المحيطة واستخدمت فيها مختلفا وعلى أسلحة من قبل الجانبين وأكدت مصادر ميدانية في محافظة الضالع قيام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بقصف مناطق الفاخر وسليم وحمان في غرب قعطبة كان هذا آخر خبر في مجزنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة